موسيقى مسائل فل على كل متابعين شبكة قنوات صادة البلد وخاصة صادة البلد 2 برنامج صحتك باسمع دكتور سارة المادي متعودين على المفاجآت على العروض على الخصومات على المواضيع على القصص على الأبطال على الحكاوي عندنا فقرات كتيرة جدا ومتنوعة وكل حلقة بتبقى مختلف عن الحلقة القبلة قبل كده كنت استضافت الناس كتير قوي دكاترة خبراء تجميل خبراء تغزية علاجية كانوا بقولنا ازاي نخص من غير ما نحس كنا ننزل في الوزن من غير ما نحنب نفسنا واتكلمنا عن قصة ان الحرمان ده اكبر مشكلة للاخبطة كمية المخ بس قبل متطرق لقصة التغزية العلاجية مبارح كان معايا مثال للإرادة والعزيمة انا حبيتها كفكر كمديول بنوتها في منتهى الجمال كانت زيدة 20 كيلو راح اتقدمت في كلية طيران هلولا خلي بالك في سنة ثلاثة هتقدمي زي انرفيو كده فلازم تيكسيد او تيين تتعدي الانرفيو ده وعشان تبقي مضيفة انها تشتغل في الضيافة وخلي بالك انت زيدة في الوزن بتاعتك ان انت لازم تكوني ممثلة كويسة جدا للشغلانة فالضيافة بيختاروا لسلم فت وبيبقى ليهم مجرمنت او مقاييس معينة البنت ولا همها الكلام ده ولا حسسها بعدم الفقدان الرغبة في ان هي تحقق حلمها بالعكس اتمسكت بي اكتر راه نت مامتها قالت لها انا هخس وهتشوفي راه نتناس كتير حواليها نزلت عشرين كيلو في شهرين كانت معايا رجاء مرح وانا حتى استغربت اني ارجاء قلت بقى انها لها حد 45 سنة 50 سنة ليتها بالنوتة هي فعلا منتهى الجمال وزيدت جمال لما كسبت صحتها وبقت تلبس كل الالوان وتلبس كل الاوتفات وقالتها بقى اشهر مضيف الطيران في مصر وقدرت تحقق الحلم وطلعت قالت او كابسولات وانسلم بس وما كنتش بعمل اي حاجة وما كنتش بتحرموني من الاكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه وكنت برضو بنزل في الوزن دي قصة من ابطالنا من ابطال فريق كرسات وانسلم فيه كمان قصة قصة هي مؤثرة ونفس الوقت بتدينا طاقة امل انا هدفي دايما غير ان احنا بنبقى ماشيين على هاشتاج الديال على خارك فعاله في اي حاجة فيه هاشتاج تاني لازم اي براود اف مايسيلف انا فخورة بنفسي انا بعمل ايه احنا من خلال برنامج صحتك وبس دايما بنعمل هايلايت وبنسلط ضع لمشكلة اجتماعية لو متعلقة بالصحة فيه مشاكل كتير اجتماعية ولازم احنا نتكلم فيه القصة الصحية عايز اقول لكم ان رجاء صورتها موجودة معينا دلوقتي يعني رجاء حتى لت ايه الفضايا دي صورتها موجودة قبل وبعد قليل 20 كيلو ممكن تكون مش حاجة لمريض القبيس بس هي شكلها اختلف جدا تحيث ان هي بقت سنها هي سنها 18 سنة تقريبا 19 سنة فالسن طبعا بان عليها وطريقة اللبس والاوتفت والالوان حتى الثقة في النفس هي قالت انا دايما ببقى مسك الشنط كده عشان اداري بطني وكنت بلبس دايما غامق عشان علم جسمي تكت دلوقتي لابسة اورانج وجات على فكرة مبارح بنفس الاوتفت دا اللي ما تفرجش على الفقرة يدخل صفحيكنا على الفيسبوك صفحة البرنامج صحتك وبس وتشوفوا الفقرة دي وتشوفوا غيرها كتير من الضيوف اللي كانوا منوروني في برنامج صحتك وبس استاذ محمد مش هنسا مادام مروة مداخلة أم محمد أميمة كل الناس دي تابوا معينا وكانوا هم ليهم حرف دهب في اسم فريق الطبي لكرساط والاسلم كل يوم بزيد حالات كل يوم بزيد قصص نجاح وكان من 24 ألف حالة خست ما بين كوبرستين إلا مرضى الأمراض المزمنة بنات شباب صغيرين قصة النهاردة هي طفل الولد عنده 12 سنة زايد في الوزن 30 كيلو أو 35 كيلو هو اسمه مصطفى مصطفى كم التنمر اللي كان بيشوفه في المدرسة وكم من البولنج اللي بيحصل معاه بس هو يعني كان بكمل حياته أه مش مشكلة كان بيتحايل جدا يعني أنا لما كنت بتكلم معاه أولا هو نورنا في الشركة أعدت معاه لأن الولد كان كان حالته صعبة جدا هقول لكم ده سرد الأحداث بس خلينا نقول أنه قال لا لا أنا هسكليت التنمر ده وعادي أنا طفل أي طفل يعني مليان شوية ده بالعكس ده لما بيتخنقوا أنا بعرف أضربهم فهو كان بيقلب القصة الديفكت اللي عنده أولايب اللي عنده ليه ده أنا بقعد عليهم أبطتهم ده أنا كنت محدش فيهم بيعرف يقفلي بيقولوا أنه مسميني زازة فكانوا بيقولوا لا ده إحنا هنجيب لك زازة زازة في الفريق بتاعنا فكان حاسس بالإيجو بتاع أنه هو بقى ضخم ومحدش بيقدر علي لكن كان في مرة في النادي وحصلت خناعة كبيرة ما بين ناس طبعا زازة جاله الأقوى منه فكان نزل معيط على السلال من النادي فنزل بسرعة فالولد نزل ثلاثة دوار تقريبا متشأل بهم فللأسف رجليك كسرت طبعا السمع الدكتور هو بيقول إحنا نحمد ربنا كان ممكن يحصل كسر مضاعف معرفش إيه وممكن نوصل إيه بس هو اللحم والدهون اللي كانت عنده حامته شوية يعني الولد حافظ الجمل بتاعت الدكتور مرضو هو وزنه زيادة قوي عن طفل عنده كم سنة يعني 12 سنة لا لا أنت شكلك أكتر من كده حاول بقى تخصي يا زوز سمع كلام كتير جدا وهو كمان لما قاعد في الجبس فترة كبيرة ومش حارف يلعب مع الولاد وزاد في الوزن التاني يعني هو كان زي 30 كيلو زاد تقريبا 7 كيلو فبقى 37 كيلو زيادة عن وزنه طبيعي وعن سنه القاعدة الحلوة ماما بقى طبعا كان قاعد بتفرج على القنوات بيقلب لقى صد البلد لقى ست جي كل دكتورة صارة عملة تتكلم عن منتجات التخصيص قال لنا اسمات ان انت بتقولي آمن من سن البلوغ من سن 12 سنة سن الأطفال فانا ده مامت ولا هتعالس معي دكتورة صارة بتقول ايه من فضلك انا عايز اخس انا عايز وانا قاعد في الجبس لما مرجع لصحابي يستغربوني ويقولوا ده مين ده فعلا مصطفى تواصله معينا ومامتو تواصلت معينا شخصيا وانا خليت مصطفى جلنا الشركة وقعدت معاه وطبعا كنا بنتكلم في وديو كل كتير وقولوا لا يا مصطفى شد حيلك كان بياخد الكابسولة الصبح طبعا مامتو مبهرت من نتيجة مصطفى نزل دروية 17 كيلو لسه نقصه 20 كيلو سي مصطفى زي اي حد عندنا كتير مننا اصر مصرية عندها اطفال بتعاني من السمنة كبار السن بتعاني من السمنة مين بيت مصري ما عندوش الدبدوبة التخينة مين بيت مصري ما عندوش الاكيل مين بيت مصري مفهوش ست اتعرضت لاخبطة هرمونات حمل ولادة رضاعة وطلعت مكتئبة نسبة قليلة جدا من الستات اللي بتقدر تحافظ على جسمها او طبيعة جسمها اللي احنا بنقول عليه الميتامورفك اللي هو بيخص وينزل في الوزن الوحده لان بتبقى سرعة حرقه كبيرة جدا او بيبقى عنده حاجة اسمها هايبرثيروديزم بمناسبة البطل الجميل ويا رب تكون بتتفرج عليها دلوقتي يا مصطفى هنعمل عروض النهاردة حصري وجايبة كمية من العروض كبيرة جدا عشانك يا مصطفى لان انا مبسطت جدا ان انت كان عندك طاقة وعندك ارادة وان انت عايز تحقق حلمك وعايز ترجع تاني لصحابك بس بشكل رياضي شكل مختلف عايز اقول لكم ان السبعتاشر كيلو ننزلهم اصلا مقصرين في نفسيا جدا هوا مبسوط جدا هنقول ايه العروض النهاردة ممناسبة قصة مصطفى عرض الكومبو خصم 60% على عرض الثلاث شهور وعرض الكومبو ده او انا بسميه الكورس الثلاث شهور بيوصل لك اربع منتجات تخسيس وعليه هدايا من البرنامج كريم شد الترهلات هدايا وقراز بيتا من ده الهدايا وخصم 60% يعني نلحق او معايا كمية تكاد ان تكون قليلة في بعض الناس بيقولوا لا يا دكتور احنا عايزين الفين وثلاث تلاف عرض مقدرش طبعا نجيب كميات ذي لان برضو دي كمية موجودة في المغزر تلتمية عرض فقط مقسمين على تلات كورسات علاجية الكورس الثاني اللي هو كورس الشهرين للناس اللي زايدة ما بين 10 كيلو و20 كيلو 13 كيلو 14 كيلو 15 كيلو يبقى افضل ليك كورس وخاص ما هو كورس الشهرين اوصلك منتجين تخسيس وهدايا من البرنامج كريم شد الترالة دي وقرس فيتا من دا الهدية طب الناس بقى المستعجلة اللي عندها فرح اللي عندها مناسبة او ناس عندها الدهون العنيدة صعبة الحر او الدهون الموضعية المتجمعة في منطقة واحدة بس زي منطقة بطن الولادة او الكرش او التسدي الارداف الكتاف في ناس كتير جسمها بيبقى متشكل نسمع عن الجسم التفاحة السعر الرملية الكمتري دي انواع او اشكال الاجسام انا عايزة كابسولة هادفة وخارقة للدهون الموضعية بدون نزول عام في الجسم ده من خلال الكورس الشهر الواحد كابسولة وان اسلم وخصم 30% وعليها اقراص فيتا من دا الهدية الشحن والمتابعة مجانا وده على نفقة صاحب الشرك كل واحد فينا كل واحد في الفريق عليه حاجة بيقدمها هدايا لكل متابعين برنامج صحتك وبس انا بجيب لكم الخصومات والعروض وبقى اكس تشورج يعني انا بطلع نسبة خصم زيادة بقولوهم انا هتحمل نسبة العرش في المية انتم هتطلعه 50 اهتطلع عرش في المية فانا 60 هتطلعه عرشين فانا هتطلع 30 البرنامج بيبعد كريم شد الترهلات هدية وقراص فيتا من دا الهدية صاحب الشركة الشحن والمتابعة مجانا فريق طبي مكون من دا كترة تغزية علاجية ونيوترشنال اكسبورت كلهم بيشتغلوا بس بدون ما نقول ان هما هياخدوا فيز او كشف او او لمجرد تحقيق حلم ناس كتير انها عايزة تنزل في الوزن وتكسب صحتها بدون ما يتعرضوا لأي مشاكل صحية طب يا دكتور سارة كل دا حلو طب تردئة التواصل اطلب العروض والأفارات ازاي دايما ما اجي في اخر الحلقة لما اجي اطلع فاصل اكلم فريق طبي عزرا يا دكتور خلصة الكمية طب هنها هكمل الحلقة ازاي فمعنا من اول الحلقة 300 عرض اللهم بلغت اللهم فشل هنكلم ارقام التليفونات بسهر الدقيقة العادية او نبعث واتساب او من خلال صفحتنا على الفيسبوك وانضايت وضايت لايف وكمان صفحة البرنامج صحتك وبس عايزين تتواصلوا معي انا شخصيا او تحجزوا العروض او عايزين تحكولي ايه مشكلتكو زي مشاكل ابطال كتير بيتابع معي انا شخصيا وبيكونوا ضيوف هنا في حلقات وبنشوف قصة النجاح دي ازاي قدرت تنزل في الوزن علاوة على ذلك ودي كانت اهم جملة من مامة مصطفى قالت يا دكتور صورة هو امن قلت لها امن جدا بالله عليك قلت لها لا بصي خلينا ناخد كونسفت كده ان احنا اقسم بالله ان المنتج حلو جدا وناس مجربوه ودخلت فراجي عندي كل ده عندي صور المجربين وعندي ضيوف الحلقات وعندي دكاترة النيوتريشن ودكاترة الفيتنس وعندي الاكسبرت بتوع الشعر والبشر كلهم بيتكلموا عن المنتج بس عندي اللي اقوى من ده اختار وزارة الصحة اختار هيئة وسلامة الغذاء ختم النصر عايزة ايه من ختم النصر مكتوب اسم المنتج كابسولات وانسلم الغرض من المنتج انقاص الوزن وعلاج السمنة المفرطة مكون من ايه من مواد فعالة طبيعية واعشاب وله السبق كابسولات وانسلم في تركيب المواد الفعالة او بيان التركيب لمواد فعالة مش موجودة في السوق المصري غير في كابسولات وانسلم ولا كمان في الوطن العربي غير كابسولات وانسلم وهي السليام سيد والسليام ماسك والإلكارنيتين والكروميوم وفيتامين دال وفيتامينات A وC وE وكمان قشور فكهة المنجة الكمبينيشن ده والجرسينيا كامبوجيا وكل المواد الفعالة دي موجودة في كابسولة واحدة بس عشان كده كابسولات وانسلم بتعمل خمس حاجات أولا بتسد الشهية بتقتل الخلية الدهنية الزيادة الغير مرغوب فيها بتقلل حجم الخلية الدهنية بتزود عدد ساعات الشبع من ست لثمان ساعات بتقلل ميزان ومقاسات إن يحقق المعادلة الصعبة دي في كابسولة واحدة بس إدارنا نحقق الحلم كتير مننا أوبيز عندهم زيادة في الوزن لو الواحد كده يرأى على سيخ الشاورمة ويقول له قطع كده أجزاء معينة أنا بسمع شوية كومانت هي من خلالها يدرنا إن إحنا نحقق المعادلة الصعبة لأن كابسولات واحدة سليم بتترجط حاجة اسمها الماركت نيد يعني إنت نفسك في إيه نحققه لك إزاي مش إن أنا كابسولات أنا بزود أنا جرين كافي شي أخضر طب هو أنا محتاج أو قهوة خضرة طب أنا محتاج أو قهوة خضرة أو بتزود سرعة الحرق بس إنت عندك مشاكل لأن إنت عندك عدد إباديميك أوبيزتي مثلا عندي سمنة وزيادة عدد خلايا دهنية تعامل لها إيه جرين كافي عشان كده كتير مننا تجرب منتجات كتير بلا جدوى هادر فلوس هادر طاقة ودبريشن وبتزيد بقى أنت كمان على ده إن إنت بتبقى عنتك إحباط وملل لا والله أنا بقى إيه هاكل اللي نفسي فيه ده أنا قاعد بقى لي ثلاث شهور ما نزلتش جرام يا مؤمن ده أنا حارم نفسي ده أنا مش عارف إيه وفيه ناس كتير تسمحها تقول أنا بشم ريحة الأكل ومين زي كده أنا بشم ريحة الأكل بطخن دول اللي سرعة حرقهم بتبقى ليلة جدا بيبقى عندهم حاجة ما هيبوثيروديزم يعني إيه هيبوثيروديزم يعني خمول في الغدة الدرقية من خلال المواد الفعالة السيليام سيد والمسكو وفيتامينات A وC وE وفيتامين ديل والإلكارنتين والكروميوم والكروميوم هنا العنصر اللي بيعمل حاجة اسمها ستميوليشن أوف ثيرويد لاند فانكشن يعني إيه الثيرويد يعني بيزود نشاط الغدة الدرقية فبيزود سرعة الحد فمش هتشم ريحة الأكل هتدخن بالعكس احنا هننزل في الوزن كل ده موجود في كابسولة واحدة بس 24 ألف حالة من كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة من اللي بيعانوا من أمراض ارتفاع ضغط الدم التريجليس رايدر الكوليستيرو اللي عندهم الكبد الدهني أو اللي هو تجمع الدهون حوالين الكبد اللي عندهم اضطرابات في المرارة اللي عندهم مشاكل في القولون اللي عندهم الكرونيك كونستبيشن اللي عندهم الامساك المزمن بنات صغيرة في السن عندها لخبطة في الدورة الشهرية عندها زيادة أو لخبطة هرمونات نتيجة تكيوسات دهنية على المبيض وربنا وفقها واتجوزت بس حلم إنجابة أخر وحلم الأمومة أخر نتيجة وجود تكيوسات دهنية كل ده كثرة البطنة ده كثرة أمراض الدم ده كثرة العلاج الطبيعي جراحة العزام او ده كترة العزام وده كترة النساء بتجمع على ان الاوبزتي او السمنة هي 80% من مشاكل الامراض المزمنة انت عندك اوبزتي او عندك زيادة في الوزن عندك مشكلة ممكن تقابل ارتفاع ضغط الدم ضعف في عضلة القلب تصلب شرايين ممكن تؤدي الى سن لما تكبر في السن شوية ان احنا نغير شريان نركب اسطرة نخش في open heart غير السموكينج والمشاكل دي بيعمل مرض السكر tip 2 يعني السمنة او زيادة الوزن ممكن تعرضك تكون مصاب بمرض السكر معرضة انها تكون تكاوسات دهنية على المبيض فتتأخر الدورة الشهرية عند بنات كتير او تتلخبط وتعمل لها مشاكل انيميا لان لخبطت هرمونات او لخبطت الدورة الشهرية بتأثر على البنات انها تجي لها انيميا فنخش بقى في تساقط شعره في هبوط وفي دوخة مشاكل كتير والذكرة بتتأخر وبقتبهتان في البشرة كل ده بسبب السمنة العزام وزن كتير على العظم ممكن يسبب خشونة الرقبة ممكن يسبب تغيير مفصل ممكن يسبب حاجة اسمها الليمبك اتروفي يعني ممكن يحصل تآكل الكارتلج ليه الغضريف او الجوينت وممكن نركب مفاصل او مفصل يعني بيبقى صنوعي ده كانت دي كلها اجماعة حلق ان احنا لازم نخص بكابسولات وان سلم عشان نقدر نتحكم على الامراض المزمنة مشاكل كتير جدا قدد كنت قسل بها بكم الامراض اللي بقولها وبقول ان السلمنا 80% لكن الامل بيجي من خلال كل قصص نجحنا وكل قصص ابطالنا ابطال فريق كابسولات وان سلم وكورس وان سلم لانقص الوزن لسد الشهية لكمان نزول الوزن السريع على المزال وع المعزات معنا مدخلة من استاذ ايمان اهلو اهلو يا ايمان ازايك اهلو ازاي حضرت كده اخبارك بصنا من التون عرفت انا مش هسألك اقولك خستي ولا لا اكيد عايزة تغسي بيبين عارفة كده اهلو انا عايزة خستي اهلو ايوة طب قوليلي بس الاول يا ايمان عندك كم سنة وزنك وطولك انا عنده واحدة عشبه بس غنانين وعندك زيادة قدي في الوزن يعني ساعات 30 مثلا كلها 30 مثلا 30 مثلا ما بعيدش يا جيمي مش هي نسبة بنحسبها الطول والوزن هي نسبة بنحسبها الطول والوزن طب انتي طول الكام انا طولي 160 والوزن انا طولي 160 الوزن كانت تتلين بس انا حسأ بتوكم تاني ومرضتش توزيني عشان الكئابة ما نزيتش اوه انا قولت اخلمك الاول وبعدين بقي نشوف الموضوع ده طب اقولك على حاجة دخلي دلوقتي على صفحة الفيسبوك صفحة البرنامج اكتبي كده برنامج صحتك وبس دكتورة صورة المهدي وشوفي فقرة امبارح بنوتة اسمها رجاء عندها 20 سنة قدمت ضيافة نزلت 20 كيلو في شهرين هي قد ضيفها معايا في الحلقة واسمعي هي قالتين ده أنا بديك طاقة أمل وبيديك طاقة إيجابية عشان أقولك هتنزلي في الوزن وهتنزلي أكتر من كده وهتوصل للوزن المثالي بالنوتة والله والله لو شفت الفقرة أنا بقيت مستغربة أصلا أنا برضو دكتور جلدية على الأقل هشوف تراهل في حتة عرف إنها كانت زايدة في الوزن على الأقل لا حس بهتان أو تهدر في البشرة البنت أنا ما صدقتش إن هي كانت زايدة في الوزن جلدها مشدود جدا وشها نظر جدا شعرها ما شاء الله ظوليوم اتفرجي على الفقرة عشان تاخد طاقة إيجابية واطلوبي النهاردة كورس انت المناسب ليكي كورس اللي هو التلات شهور عملنا بسبب البطل ده أو القصة دي خصم 60% وهدايا وشحنه ومطبع مجانا شكرا يا إيمان على المدخلة الحلوة دي شكرا يا إيمان إيمان أنا حس بيكي وحس أن أنت عايزة تسباقي الوقت وعايزة تنزلي دلوقتي بالرغم إن إحنا ممكن نقعد سنين بالزيد في الوزن بس نيجي إيه؟ دايما أول حاجة بسمحها من المريض السمنة أو اللي زايد في الوزن حس قد إيه فتاة دي تزدت في قد إيه؟ دي نزدت في سنين لكن هو مستعجل عن نتيجة عنده طاقة سلبية عايزة تخلص منها سريعا ممجرد نزولك في الوزن وده اللي بضمنهولك من أول إسبوع بكورس وان اسلم هتنزل أقل حالة بتنزل 2.5 كيلو في حالة بتنزل 5 كيلو في إسبوع حالات بتنزل 3.5 كيلو في إسبوع وأربعة كيلو في إسبوع بس أنت من أول إسبوع والله لو نزلت نص كيلو بتفرق فتقطق الإيجابية إيه ده؟ يعني فيه أمل يعني بتكمل من أول إسبوع بيبتد نعلي هرمون السعادة عندك لما تنزل 2.5 كيلو أو 3 كيلو على حسب كمان استجابة جسمك إسبوع اللي بعده 2.5 كيلو كمان تلاقي نفسك نزلت 10 كيلو في شهر في نيس ما اتعرفش اتحقق المعادلة دي في سنة 10 كيلو في سنة العمليات الجراحية بنقعد 5-6 شور الجسم بيفضل يرجع ويطلع ويرجع ويطلع وفيه ناس كتيرة احنا نعرفها ونجوم مجتمع فشلت معهم العملية الجراحية يعني انت مكسبتش غير ان انت دخلت عملية ودخلت قوضة عمليات واخدت بنج وتخدير كلي وطلعت بألم شديد ولابس كرسيه فترة طويلة وعندك مشاكل ان انت طبعا نقص في الفيتامينات والمعادلة لان فقطت فليوت كتيرة من جسمك وفيتاميناتهم عادة بها تنفل بشرة ودوخة وهبوط عام في الجسم ومشاكل في نقص فيتاميندال وتلاقي بقى الهالات السودة بتتطلع وتسقط الشعر وبها تاني مباشرة بعمل عملات الجراحية بالليبهم بنشوف بنحسوهم ايه دا انت عملت عملية انت عمل عملية ليه؟ بيبين على البشرة والشعر والجسم والتراهلات بعدين نخلص من عملية النزول مفاجئ النزول مفاجئ للجسم دا اللي بيعرض الجلد للتراهل فندخل بقى في عملية شدة التراهلات وبما نسبة الطاقة الإيجابية وهشتاج الدالة على الخير كفاعلة وهشتاج انشر طاقة إيجابية ويلا نوزع فرحة وسعادة من خلال برنامج صحتك وبس دكتورة سارة المهدر نعرض هتوزع خصومات وقفرات وعروض وهفكركم تاني بالعروض 300 عرض عشان قصة مصطفى ياريتكم متفرج على الحلقة يا مصطفى عشان تعرف ان انت غالي علينا وده تقريبا اصغر او نقول اصغر حالة من ابطالنا اللي نزل 17 كيلو على فكرة نزلهم في شهر وخمسة أيام اللهو اكبر مصطفى عشان تنزل اكتر من كده بس تعالوا نقولوا بقى مناسبة قصة مصطفى اللي عروض والخصومات النهاردة عرض الكم وخصم 60% وصلكوا اربع منتجات تخصيص واحدة وان سلم واثنين وان فت وهقولكوا طريقة الاستخدام وان بيرفكت وعليها هدية من البرنامج كريم شد الترهلات هدية وقراص فيتامن ده الهدية الشحن والمتابعة مجانا طب لو انا ده زيدة اكتر من 20 كيلو لكن لو احنا اقل من 20 كيلو ما بين 10 كيلو و20 كيلو يبقى افضل كورس وافضل خصمه تكلفة النهاردة هو كورس الشهرين هيوصلكم منتجين تخصيص وعليهم كريم شد الترهلات هدية وقراص فيتامن ده الهدية وكورس الشهر الواحد الناس اللي عايز اتجرب او الناس اللي عندها الدهون الموضعية او الناس اللي عندها دهون متجمعة العنيدة اللي ما بتنزلش والله لو عملنا ايه لو حرمت نفسي من الاكل وهي اسمها الدهون العنيدة الموضعية المتجمعة في منطقة واحدة اللي عندها بطن الولادة اللي عنده كرش التسدي اللغدة او ارتفاع الدهون في منطقة واحدة في الجسم وعامل شكل او ريشيب لجسمك بنسميه كورس الانقاذ كورس الطوارئ كورس الكيرفي او بنسميه كورس الريشيب او كورس النحط كابسولات وانا اسلموا عليها كمان كورس المالتفايتامن هدية وخصم 30% والشحن والمتابعة مجانا تعالوا نقول بقى ايه عرض الكومبو دايما انا كده بسأل يا دكتور احنا عايزين كده ريكمونليشن نوفيوب اباو دا ديسكاونت يعني قولي لنا كده انهي ديسكاونت انت شافه احسن او انهي كورس انت حباه انا كدكتور اصار مادي اي حد بيكلمني بقوله عرض الكومبو سواء انت عايزة تنزلي قصا اكتر من 20 كيلو او اقل لان انت هتفيدي هقششكو كده دخل انت وصحبتك في عرض واحد انت و اي حد زيت في الوزن انت وموتك ببقي حماكي حمالتك هتتصرفه هتلاقي حالة تانية زايدة في الوزن معكي في البيت عرض الكومبو خاص ب60% تقريبا تمني الكابسولة في اليوم الواحد بتامن صاندوش فول والله العظيم يمكن اقل من صاندوش فول انا حسبتها تخالووا بكابسولة هتوفروا تمني الصاندوش demasiado انتو هتاكلوه وهتوفروا كمان فلوس كتيرة مهضرة بقى في الجنك فود والجوس والعصير المحلقة والسودا والحاجات دي كلها بكابسولة يعني بكابسولة تمانها أقل من المصاريف وكمان هنوفر المصاريف ده يعني تحسوا أنها كابسولة سحرة إيه ده تنزلني في الوزن وهتوفرلي في الفلوس عشان هتشتروا بيها لبس بعدين عشان كل الناس اللي نزلت في الوزن بمساعدة كابسولات وان اسلم جوموا قالوا لي إحنا فلوسنا كانت ضايع على الأكل دلوقتي بقى على اللبس طاقة إيجابية وعايزين ننبس كل حاجة وكل الألوان وكل المودة فكلنا عايزين نبقى عندنا الطاقة الإيجابية دي طب كابسولات وان اسلم أو عرض الكمبون حتى بيوصلكوا أربع منتجات تخصيص زي ما أنتوا شايفين هيوصلكوا دي كابسولة وان اسلم منها واحد بس وهيوصلكوا اتنين من وان فت وواحدة من وان بيرفكت هنعمل ايه؟ أول شهر اللي اتنين دول باخدهم بس باخدهم ازاي؟ قبل الفطار باخد الكابسولة البيضة دي اللي هي كابسولات وان اسلم ده قبل الفطار بنص ساعة ونشامل 3-4 كبات مية والتركوا قبل كده إن احنا قبل الفطار لازم بيبقى من الساعة 8-10 مثل اللي بتفطر المغرب دي مش هينفع اصحى الصبح لأن سرعة حرق الجسم بتبقى أعلى طاقة ليه أو أعلى معدل لسرعة حرق الجسم أو الميتابوليك ريت بتبقى من الساعة 8-10 هتصحى تاخد الكابسولة تشرب 3-4 كبات مية عشان احنا هنا بنعمل تنشيط للمواد الفعالة إنها تكون وتنفش في المعدة مادة أو ملونة جيلاتينية بتدي إحساس شبع لأطول عدد ساعات ممكنة قبل الغداء هاخد الكابسولة الحمراء دي اللي هي الوان فت بنص ساعة وبرده الشرب 3-4 كبات مية ده المدة شهر دي 30 كابسولة فخلصت الشهر التاني ودي خلصت فيه منها تاني لأن احنا هنبعت اتنين وان فت هنعمل ايه؟ وان فت هاخدها كابسولة قبل الفطر انت أول شهر كنت بتاخدها قبل الغداء لأن كان فيه وان سلم بتاخدها قبل الفطر وان فت هتاخدها كابسولة واحدة بس قبل الفطر في الشهر التاني وتشرب 3-4 كبات مية وشكراً مش هزين حاجة تاني قبل الغداء ده للشهر التاني خلصت عبوة وان فت الشهر التالت بنجيب مكنسة الدهون دهون بقى دايبة موجودة تحت سطح الجلد شوية مية شوية أملاح شوية فليودز يعني معروف ان السل الفاتسلز او اللي احنا بنقول عليها الخلية الدهنية بعد ما بتتحرق احنا بنفجر حاجة اسمها يعني بنفجر غشاء الخلية الدهنية عشان كده الدهون بتنزل في الدم وباقي المواد الفعالة في الكابسولة بتحرق الدهون دي بس بيجي بعض الدهون كده بتتجمع في حتة بعيدة تعافلها تحت سطح جلد تحت طبقة الجلد التالتة تيجي المكنسة دي بقى شفاط للدهون فعلا بسميها كابسولة الشفط تيجي تحرق كل الدهون المستخبية سواء في فاتسل ما تشافتش او سواء هي متجمعة في منطقة تانية او هي فار وكمان بيعالج السلولايت ليه بقى عشان السلولايت بيجي نتيجة 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 الدهون اللي غير متجمعة اللي هي الراندم ليه يعني الدهون متجمعة بطريقة عشوائية تحت سطح الجلد فالجلد بيكون حاجة اسمها زال برتقونة كده جلد البرتقونة او بنون عليها قشرة البرتقونة فالسلولايت بيجي نتيجة نتيجة نزول في الوزن الغير محكوم فبتيجي بقى كابسولة وان بيرفكت دي بتخلصنا من الدهون الزيادة دي فجسمنا بيفضل مجدود والهدية دايما كريم شد التراهلات شايفنا دايما ليه عشان ما يبقاش عندنا سلولايت وإحنا بننزل في الوزن وميبقاش عندنا مشاكل في التراهل الجلد وقراص بيتامين دهل بتزود سرعة الحر عشان يبقى عندنا نظرة في البشرة ما يقولش ايه ده انت خصة خصصان مراد انت كتا عينة ولا ايه لا احنا ننزل في الوزن وشوفوا فقرة مبارح شوفوا ضفت الحلقة اللي معايا والستاذ رجاء بنوت عندنا 21 سنة نزلت 20 كيلو الله اكبر عليها نظرة في البشرة والشعر هندقاش اي مشاكل وده مساعدة كورس وان سلم وش عقد اقول لكم بقى انت اخذوا كابسولة قبل غداء وبعد العشاء وحقا ونقاط ووا كابسولة واحدة بس قبل الفطار هنقدر نحقق بها المعادلة هتعمل اربع حاجات كابسولات وان سلم هتقلل عدد الخلايا الدهنية هتزود سرعة الحرق هتقلل حجم الخلايا الدهنية هتسد الشهية لاطول عدد ساعات ممكنة من 6 ل 8 ساعات وكمان هننزل مقاس ووزن معادلة صعبة ما حققهاش غير فريق من الكيميكال اكسبورت اللي هما دايما على اويرنس بي ده ليتست تكنولوجي اللي هما بيبقى عندهم النهوة وبتاعة خلطة المادة الفاعلة الفرميوليترز دول هما اللي بيعملوا التركيبة هو اللي عارف الجارسينيا كامبوجيا بتعمل ايه فبيحطها بتركيز ايه مع اختار هيئة وسلامة الغذاء واختار وزارة الصحة ختم النسر اللي اخدته كابسولات وان سلم عشان اثبتت فاعلية لعلاج زيادة الوزن لعلاج السمنة المفرطة للنزول في الوزن وكمان الاختار بيدعمنا وبيقول انه امن على جميع الفئات العمرية يعني كبار السن وصغر السن من سن البلون سن 12 سنة وامن على مرضى الامراض المزمنة لو احنا عندنا اي مشاكل عندنا ارتفاع في ضغط الدم عندنا مشاكل للسكر عندنا مشاكل تغيير مفصل نتيجة مشاكل في العزام مهانا مدخلة حلوة اوي هتديكم طاقة ايجابية تحت عنوان الدلع الخارجة فاعلة ألو ألو السلام عليكم يا مريوما ازايك عليكم السلام عامل ايه دكتورة صورة انا سمعت ان انت كنت واخدة ثواب كبير اوي ودليتي حد من العيلة على الكورس ايوه فعلا انا كنت اقدم لعندكم هنا كورس هدية الموما ايوه علشان كان وزنها كبير وده كده خدت وفجأتها وده كده خدت 7 كيلو في اسبوعين الله اكبر يعني نزلت 3.5 كيلو في اسبوع طب انت عارفة ان ده فوق المتوقع احنا ده من بنول 2.5 كيلو لكن هي 3.5 كيلو في اسبوعين نتيجة هيلة جدا طب ماما ما قالت لكيش شكرا وقعدت فرحانة بيك ان انت حسيت مشكلتها عشان جاب نتيجة الله اكبر طب هي عايزة تنزل اكتر يعني عايزة تنزل اكتر من 7 كيلو ولا هي خلاص كده لا هي هتنزل اكتر من 7 كيلو هي مستمرة دلوقتي انت جبت لها عرض ايه عرض الشهرين الشهرين يعني هي عايزة تنزل ما بين 10 كيلو و20 كيلو صحي كده او او حلو او طب و اهم حاجة انت بقى حسن انت عملتي خير كبير انت عارفة انت خدت عليه سواب وطبعا كفاية ممتك ودعوات ممتك يعني زي اعظم حاجة وعارفة ان انت بعد كل ده في ناس كتير هتقلدك هيبقى سمعوا مكالمتك ويقولوا او الله طب صحيح ما انا ممتك انا كمان زيدة في الوازن انت عارفة ان كمان عرض الشهرين النهاردة عندنا خصم والله فر جمالي خصم 50% 40% 40% منتجين تخصيص وعليهم كريم شد الطرهات هداية وعرأس بيتها من ده الهداية لأسف المكالمة فصلت بس احنا سمعنا ايه سمعنا الطاقة ايجابية سمعنا بنوتة حسن مشكلة اضمامتها شافتها زيدة في الوزن فجأتها مالت لاش يا ماما ما تروحي تشتري وجراب المنتج ده اخدت لها قرار قصة ان انت تاخد القرار لحد عندك مريض او عنده مشكلة نفسية او صحية مكانه دي خطوة ايجابية جدا في حياته وفي حياتك او خد القرار لأي حد زيد في الوزن عندك وحاسس بمشكلته حتى لو هو مش حاسس يلا قوله خد دلوقتي كابسولة وان اسلم واشتري له العرض او اشتري له المنتجات المنتجات بسعر التكلفة كلنا سمعته بنوتة صغيرة قدرت تشتري الكورس ده معنا ان التكلفة قليلة جدا تكملة نشر الطاقة الايجابية وهاشتاج نشر الطاقة الايجابية مع دكتورة صارة المهدي اسأل مجرب واسأل الطبيب معنا المجربين والطبيب اللي بيكلمنا عن المنتجات وكمان تعالوا نشوف تكملة الطاقة الايجابية شوف الناس كتير مجربة فريق ابطال كورسات وان اسلم خسوا قد ايه معنا اول حالة خس تقريبا كم كيلو خمسة وعشرين كيلو في شهرين ونص طبعا باين على الاوتفتو باين على الوقفة وباين كمان على الاسلوب بالقعدة وكان الاول حطت ايده بصه بيحبل كشبي حاول ان هو يداري اي حاجة لكن دلوقتي بصوا بقى لا دا حطت ايده وراء يا جماعة دا انا خسيت بص انا جسمي بقى عامل ازاي خمسة وعشرين كيلو في شهرين ونص لو انت نفس الحالة وعايز تخص اكتر من عشرين كيلو افضل عرض ليكو عرض الكمبو ثلاث شهور هيوصلك اربع منتجات تخصيص وخصم ستين في المية والشحن والمتابعة مجانة وكمان عليه هدية من البرنامج كريم شد الترهولات وقرص فيتا من دا الهدية نشوف بقى تاني بطل من ابطال كورسات وان اسلم هي كلها النهار دا الوزن التقيل خمسة واربعين كيلو قدر ينزلها في خمس شهور طبعا الفرق واضح جدا مش محتاجة هايلايت فرق واضح خمسة واربعين كيلو في خمس شهور يا دكتورة من غير عملية فيه كابسولة قدرت تعمل السحر دا ايوة كابسولة وان اسلم قدرت تحقق المعادلة دي وقدرنا ننزل خمسة واربعين كيلو في خمس شهور انا عايز اقول لكم انه دا كان شاب كمان زي عمره كان تقريبا اتنين وثلاثين سنة تالت بطل او تالت حالة بطلة بقى عندنا برضو بنات اتنين وعشرين كيلو في شهرين على فاكرة دي بان نوتا كان عندها تلاتة وعشرين سنة نزلت اتنين وعشرين كيلو في شهرين طب اللي عايز ينزل اكتر من عشرين كيلو عرض الكمبو هو افضل عرض النهاردة هو خصم ستين في المية وصلكم اربع منتجات تخصيص كابسولة وان اسلم واثنين وان فت ووحدة وان بيرفكت وعليهم اراز بيتة من دا الهداية وكريم شد الترهات الهداية وهدية من البرنامج الشحن والمتابعة مجانة المتابعة من خلال ارقام الترفات يعني انتو دلوقتي تسألوا خلوا بالكم حتى نفاذ الكمية وبلغت اول الحلقة وانا بقول يا جماعة عشان ما تزعلوش من دكتورة سورة 300 عرض فقط من خلال ارقام التلفونات لقينا الخط مجهول انا عارفة ان اسنان الحلقة بيبقى فيه ضغط تلفونات يبعتوا رسالة واتساب يعتبر ان انت حجزت الوردر او من خلال بقى السوشال ميديا لوفرز من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت او دايت لايف ودايما بتبقى الصفحات موجودة باللوجو عشان فيه صفحات كتيرة بتسرق الاسم وبتسرق الفيديوز والله وبتسرق تقولوا انهم عندهم المنتج واسم عندهمش المنتج فعشان كده بنحط لكم صور المنتجاش تأكدوا المنتج اللي وصل في البيت وبنحط لكم كمان صورة الترخيص عشان رقم التسجيل بتاع وزارة الصحة يكون قدامكم تتأكدوا ان هو دا رقم التسجيل الموجودة على اللي عبوة او من خلال صفحة البرنامج عشان تقولوا لي الحلقات الجاية عايزين تكون عن ايه الوصفات عايزين وصفات طبيعية للشعر والبشرة ولا للجسم او عايزين ايه اتكلم عنه الحلقات اللي جاية كانت اخر فقرة كانت اخر يعني من فقرة اسأل مجربة بتسألش طبيب كانت بالنقطة 22 كيلو في شهرين تعالوا بقى على فقرة او يعني دايما بحب كده الحتة دي بحس كده انها فيها سوسبنز حرامية السوشيال ميديا بيروح يجبوننا شوية حلات لسه في طريق النجاح بس دايما بيصربوننا اخبار تعالوا نشوف اول سكرين شوت من دكتورة مين في الفريق الطبي والحالة اللي معها خاصة تقدقي احنا قاسفين يا دكتورة فاطمة معاك حالة خاصة 16 كيلو في اقل من شهر ومش عايزانا نسرقها تسلم ايدك يا استاذ محمد والله 16 كيلو عايزك بقى تسرق صورها يعني بص عايزين المرة اللي جاية حالة فوق المتوقع انها تنزل العدد الكلوات ده شكرا دكتورة فاطمة طبعا على تعبك ومجودك وشكرا الحرام اللي ايده خفيفة وجاب لنا السكين شوت دي تاني ملك دكتورة ملك في كام 15 كيلو في كام في شهر يعني النهار ده الحالات بجد والله الفوق متوقعة يعني 16 كيلو في شهر و15 كيلو في شهر احنا لقى محتاجين بقى تخفي ايدك اكتر يا استاذ محمد وجاب لنا الصور لان دي طبعا حالات هتدي طاقة ايجابية جدا للمتابعين وده من خلال مبالك يا دكتورة ملك احنا قاسفين اخر سكين شوت او اخر ريفيون من العمل معاك يا دكتورة بسانت حالة نزل 20 كيلو في شهرين انا بقى بقولك اهو بدل ما استاذ محمد يتعب هو كفاها هيسرق الحالتين اللي فيته دكتورة بسانت لو سمحت ادخلي معايا مداخلة على الهواء لو انت سمعيني او بعتلنا صور الحالة لليزر 20 كيلو في شهرين وياريت تبقى ضيفة معايا هنا في البرنامج زي ما رجاء جت وقالت انا نزلت 20 كيلو في شهرين زي ما استاذ محمد جه زي مروة زي ام محمد زي اميما اللي قاعدوا يكلموني ويخشوا في من دقلاتها واقية ويقولوا يا دكتور والله العظيم حكي عندنا مشاكل صحية اللي قدروا ينزلوا في الوزن عشان يكسبوا صحتهم ويتعالجوا من امراض مزمنة اللي ينزلوا في الوزن عشان ينزلوا كده ويبقى الاوتفاد بتاعهم حلو وثقاتهم في نفسهم تبقى حلو ويبقى I have to be represent to my job او حياتي صورة مصطفى موجودة معنا عشان مصطفى بيتفرج على الحلقة دلوقتي تعالوا بقى نشوف الصورة ويشوفوا هو نزل 17 كيلو وشكله قد اين بصوك هو كان 17 كيلو في شهر و7 ايام تقريبا بس هو قدر ينزل 20 كيلو في شهرين احنا فضحناك يا مصطفى بس بص احنا عاملينك روبة وعراب عشان يقولتلي لا عشان صحابي ما يشوفوش الصورة عشان ما نحرق لهمش المفاجعة لما ترجع ان شاء الله ويشوفوك في المدرسة بلبس جديد وبشكل جديد وبطاقة ايجابية جديدة 20 كيلو في شهرين يعني هل كابسولات وان اسلم آمنة على اكبار السن ايوة وده بشهادة وزارة الصحة امن على الاطفال من سن البلوغ ايوة امن على جميع الامراض المزمنة يا دكتور اصلا انا باخد دواء للضغط للقولون انا باخد الدواء سكر نو دراج دراج انتر اكشن ما بيتعرضش مع اي ادوية باخدها لان هو عبارة عن مواد فعالة طبيعية 100% وده بشهادة وزارة الصحة واختار هيئة وسلامة الاغذاء كل شوية بنحط لكم الاختار عشان تتأكدوا من رقم التسجيل من اسم المنتج الغرض من استخدام المنتج علاج السمنة المفرطة علاج زيادة الوزن انقاس الوزن والتخلص من الدهون الموضعية والزايدة في الجسم اعتقد بعد الطاقة الايجابية الحالات والقصص والابطال والمدخلات والصور والريفيوز وكمان صفحتنا على الفيسبوك صفحة وان دايت ودايت لايف تشوفوا ضيوف الفقرات وضيوف حلقات اللي بيجوا يتكلموا عن كابسولات وان اسلم يقولوا احنا نزلنا في الوزن من غير ما نعمل دايت كان بس بيسد الشهية فكنا بناكل كميات أقل من الأكل لان احنا ضد الحرمان احنا كل كل حاجة بس بكميات قليلة فريق الطبي لكورسات وان اسلم دايما بيشتغل على حتة ان انا اكل كل حاجة بدون حرمان طاقة الايجابية الدل على الخير كفاعلة ناس كتيرة جدا نزلت في الوزن من المحد بيسألها يا خسيت ازاي بيقولوا بمساعدة كورسات وان اسلم ما عندنا دلوقتي نجوم للفريق الطبي استاذ محمد طلب تسعين كورس للمركز اللي عنده يعني هو عشان في محافظة من المحافظات من القرى بيروحولو يقولولو لا اطلب انت يابني مع رقم التريفات موجودة على الشاشة لا اطلبني انت ومن تبع الدكتورة انت كنت بتابع مع مين دكتورة ملك ولا الدكتورة بس أنت ولا دكتورة جاية ولا دكتورة فاطمة احنا عايزين نتابع مع نفس الدكتورة ليه هما متفقلين بالخير متفقلين ان هو زي ما هيمشي معه زي ما هو مشي بالزبط انا همشي زيه بالزبط عشان انزل نفس الوزن نداء اخير لطيارة العروض والخصومات وتميت عرض بس حتى نفذ الكمية في المخزن الحقه من خلال اتصال على رقم التريفات بسعر المقالمة العادية او من خلال الواتساب ابعته يبقى كده انتو حجستو هيتم الرد خلال ثواني او من خلال صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف اخر نداء للعروض عرض الكمبو خصم 60% عرض الشهرين خصم 30% 40% وخصم 30% على العرض الشهر الواحد والهدايا كريم شد ترهلات هدايا وقراص بيتامن دا الهدايا والشحن والمتابعة من اول الدلتا الاسوان هدايا على حساب البرنامج هطلع فاصل عشان هنرجع بوصفة طبيعية لزيادة سرعة الحر هنعملها في البيت تشربها الصبح حماعة كابسولات وان اسلم هتنزلي في الوزن وكمان هنزود سرعة الحر اوى اوى تروحوا لأي قناة واي برنامج خليكم بس مع برنامج صحيحة تقوى مع دكتور صارو المحتي فاصل وارجع لكم وارجع لكم بعض الفاصل مع الوصفة والخلطة الطبيعية لزيادة سرعة الحر او البنات اللي هي عندها مشكلة أو الرجالة أو الستات على فكرة دي مشكلة منتشرة في طبقات كتيرة وفقات عمرية كتيرة هي الامساك المزمن ايا دكتور طب انا اعرف منين ان انا مريض امساك مزمن لو مش بتدخل التويلت او الحمام كان انت تعمل سطول في اليوم مرتين او ثلاثة اقل من كده انا عندي امساك مزمن وعندي مشكلة في القولون وبداية ظهور اعراض القولون العصبي طب يا دكتور ده انا اتحكم فيه ازاي اولا لايف ستايل مريض القولون العصبي او اللي عنده امساك المزمن يعمل اربع حاجات اكلة الياف كتير خضر وفكهة كتير وكل ما هو لونه اخضر جرجير الخص البقدون اي حاجة لونها اخضر هنشرب مياه كتير جدا اعلى من المعدل الطبيعي المفروض احنا من 3 ل 4 لتر يوميا لو قدرت انك تعدي ال 4 لتر يبقى which is very good لتر الشمية كتير جدا لان ده بيبقى عندك حاجة اسمها hydration جفاف فانت محتاجة للشمية كتير جدا تقلل من اكل النشويات لان النشويات بتعمل عصر هضم وبتقلل امتصاص الدهون او بتقلل امتصاص الانتستين الامعاء للمواد الفعالة بقى لموجودة الفيتامينز والمواد الموجودة في اكلنا رابع حاجة ودي لازم تكون مهمة جدا ان ان انت تاخد لاكستيفز ايه اللاكستيفز دي هي الملينات سواء بقى مشروب نعمله سواء ان انا اخد اقراص مساعدة فيه ناس بتاخد اقراص فحم فيه ناس ممكن تقول لا انا ما بيحبش الادوية فتمشي بالخلطات الطبعية الخلطة اللي انا عاملها دي هنشربها الصبح على غير يريق كده لو انت بتخس في الوزن بمساعدة كابسولات وانسلم هتاخد الكابسولة قبل الوصفة او قبل المشروب وديها تشرب 3-4 كبات مية على ما الوصفة دي تكون بردت شوية عشان تشربها كمان بتزود استوميوليشن للثيرويد جلاند بتزود سرعة حر الثيرويد جلاند بتزود زيادة نشاط الغدى الدرقية فبالتالي انا منزل في الوزن اصرع او ان انا ببقى بحفظ الثيرويد جلاند الثيرويد جلاند او الغدى الدرقية مهمة جدا للنزول الوزن لزيادة سرعة الحر لنضارة البشرة وللشعر فمهمة جدا هرمونات الغدى الدرقية تي 3 والتي 4 طب لو انا عايزة عرف انا عندي مشكلة عندي خمول في الغدى الدرقية اعمل يا دكتور سرعة بتروحوا معمل تحليل بتعملوا حاجة اسمها تي 3 تحليل اسمه الثيرويد جلاند او الثيرويد هرمون جلاند تي 3 والتي 4 والتي sH اللي هو الثيرويد هرمون تي 3 والتي 4 والتي sH بس اكتبوها ونروحوا للمعمل وعملوها وكده كده بيطلع لكم النورمال رينج أو بيطلع لكم النتيجة وميبقى فيه كومنت كده بيكتبوا الدكتور المعمل سواء انت عندك قمول في الغدة الدرقية فهتلاقي مكتوب هايبوثايروديزم لو عندك زيادة نشاط للغدة الدرقية فهيكتب هايبوثايروديزم ده أكوردن للنورمال رينج تعالوا دخلوا بقى الوصفة الطبيعية 300 عرض انا قلتلكوا انهما يتحكزوا ناقص 70 عرض خدت طبعا المكالمة دي انا قلت اقولها لكم في النص كده عشان ما تزعلوش فاضل 70 عرض من عروضنا خصومات الـ 70% الـ 60% وخصم الـ 40% وخصم الـ 30% والهداء الحق تعالوا بقى نقول المكونات الوصفة الطبيعية عصرة لمونة عشان الدهون الدايبة في الدم وجنزبيل بودر والناس بقى الـ professional اللي اللي بحبوهم ده اللي هو بقى بابا وماما وجده دايما بيجيبوا الجنزبيلة كده ثمرة لو قدرت ان انت تجيبها ثمرة وتقطعها شرايح ونحطها في الوصفة يا ريت اقل حاجة بنرضى بيها الباودر فهنجيب باودر جنزبيل باودر فلفل اسود وكركم مين مريض مرارة؟ الناس اللي عندها اضطرابات المرارة الكركم مهم جدا الوصفة دي مهمة لك جدا في حرق الدهون الدايبة عشان اضطرابات المرارة انا مريضة مرارة على فكرة اللايف ستايل بتاعي دايما ان انا باكل خضر كتير وباكل بروتينات كتير فما باكل شفات كتير دي that's my life style بس بيجي لو انا بقى جيت مرارة بقى يعني ساعات كده التفاصل حلوة برضو لو كانت سلايس بيتزا بفضل طول الليل حرفيا واصعب الالام هو المرارة بتعضوا في الارض اضطرابات المرارة دي وحشة جدا الحصاوي بتاعت المرارة تخيلوا الوصفة الطبيعية دي اثبتت فعالية ان هي بتدوب حصوات المرارة الدهنية وليست الرملية انا الفقرة دي بقول لكم درر ومعلومات طبية من وصفات طبيعية حلوة جدا فاسمعوا الحاجات دي وجربوها ومش هتندموا والله انا متأكدة ان انتوا هتدعولي انا باشرب المشروب ده عشان اضطرابات المرارة الصبح هتجيبوا مياه مغلية عادي تسبوها تغلى كده عن نار انا هعملها لكم بولا بس انت بتعملوها في مجهة عشان تشربوا فانا هعتبر ان اللي مياه السخنة باخد كوب واحد بس من مياه السخنة باخد معلقة كبيرة من بودر الجنزبين وخلي بالكم المشروب ده ما يتحطش بقى بالليل وتسحى الصبح والوصفة دي وصفة لازم يكونوا مشروب سخنة يعني مياه مغلية ويتعمل كل يوم فرش يعني ماينفعش اروح ابيتها في التلاجة وقولها هسخنها بكرة يفعش الكلام ده همش مهم من وصفة طبيعية للشعر والبشرة لاني البودر دي بيبقى فيها زيوت انا عايزيها مواد فعالة انا عايزيها وهجيب بقى عصرة لامونة وحطها على الوصفة دي طبعا المفروض تكون مياه سخنة عشان بس تلايت الفصل اللي مياه كنت بغليها فبردت شوية مني وهنقلبها تقليبة محترمة على ما تاخدكوا كابسولة وان اسلم قبل الفطار يكون هي دفيت شوية وتلبس عشان تبقى نازل الشغل وتشربوا المشروب ده الحاجة بقى انا بزودها كده تركاتي وحركاتي والهكس بتاعتي ده هشتاج هكس الدكتورة صارر المهدي عشان الترباط المرارة زودوا حاجة اسمها كامون مش الكمون بتاع فيه كامون كده زي كامون الجبلي تضبوه من اي عطار زودوا المعلقة دي كامون والكركم واللمون والفلفل الاسود بس بكمية قليلة عشان احنا مش عايزين نعمل التهاب في جدار المرارة التلات عناصر دول او التلات اعشاب دول او الباودرز دول بيخفوا بيمسحوا بيشفطوا الحصوات الدهنية اللي موجودة في المرارة لان في ناس كتير عندها دهون في المرارة حصوة دهنية في المرارة بتسميها دي الجول بلادر او اللي هي المرارة مهمة جدا المرارة لان تساصل دهون في الدم مهمة جدا لان هي بتساعد الكبد في الميتابوليزم فهم حاجة اي مريض مرارة المشروب ده الصبح عايزين يزود سرعة الحر مريض قولون عندي امساك مزمن المشروب ده هتدعوه لي بجد هتشربوا مج كل يوم الصبح لغيار الريق لو احنا بننزل في الوزن بنشربوا بعد الكابسولة عرضنا وخصوماتنا النهار ده كان معنا 300 عرض لاني كانت معنا قصة وبطل نجاح وحطنا صورته في اول فقرة كان مصطفى اللي نزل في الوزن 20 كيلو و 17 كيلو نزلهم في اسبوع و 10 تيام تقريبا ونزل 20 كيلو في شهرين طفل عنده 12 سنة لان منتجات وكابسولات وانسلم مرخصة من وزارة الصحة وحصل على ترخيص اختار هيئة وسلامة الغذاء لانقاص الوزن لعلاج السمنة المفرطة امن على جميع الفئات العمرية على كبار السن وحتى كمان اطفال من سن البلوغ من سن 12 سنة وردتكم صور لحالات كتير النهاردة كانت صورنا الوزن التقيل اللي نازل 45 كيلو في 5 شهور واللي نازل 35 كيلو في 3 شهور يعني نقدر ننزل اكتر من 20 كيلو اكتر من 30 كيلو و 40 كيلو ومساعدة كابسولات وانسلم كابسولة واحدة بس هتحقق لك الحلم من خلال دكتورة سارة المهدي بقى هاشتاج دكتور سارة المهدي خصومات وعروض عرض الكومبو خصم 60% هيوصلكو 4 منتجات تخصيص عليها كريم شد الترهولات هدية وعليها كمان قرص بايتا من دا الهدية مش بس كده عرض الشهرين عشان انا لو انا زايدة في الوزن ما بين 11 و 12 كيلو ما بين 10 كيلو و 20 كيلو يبقى افضل كورس ليك وافضل خصم النهاردة كورس الشهرين هيوصلكو كابسولات وانسلم هدية وكابسولات سوري هيوصلكو منتجين تخصيص وانسلم وانفت وعليهم قرص بايتا من دا الهدية والشحن والمتابعة مجانا طب يا دكتور انا عندي دهون موضعية متجمعة تحت سطح الجلد بنقول عليها الدهون العنيدة الدهون المفرطة الدهون اللي صعب حرقها اول موضعية المتجمعة في منطقة واحدة الستات بعد الولادة طبعا عندنا بطن الولادة اللي مدايقانا انا مش عايز انزل في الوزن كل بس يا دكتور انا عايز اخفي بطن الولادة الرجالة اللي عندوهم مشكلة الكرش والتسدي اطفال وستات ورجالة عندوهم منطقة اللغض اللي بنسميها ال double chin اللي هي منطقة الدقن دي او بنسميها منطقة اللغض ايه دا هي الكابسولة كابسولة وانسلم بتخترق الدهون الزايدة الغير مرغوب فيها المتجمعة في منطقة غير مرغوب فيها ايه دا من غير منزل كل في الوزن كرس دا اسمه كرس ايه اسمه كرس الشهر الواحد وخصمه 30% والكرس عليه كرس هدية كابسولات وانسلم عليها اقراص بيتا من دا الهدية الشحن والمتابعة مجانا لحساب صاحب الشركة اقراص بيتا من دا الهدية وكريم شد الترهلات هدية على حسابي انا ووصفه والبرنامج الاكسترا ديسكاونس اللي احنا بديعملها لان تكلفة المنتج احنا تقريبا العروض او الخصومات بتبقى اقل من تكلفة المنتج عرض الكمبو لو حسبتوها كده الناس اللي طلبت عرض الكمبو قبل كده 8 كابسولة في اليوم الواحد تقريبا اقل من 8 صندوش واحد والناس اللي هي القبيز او الناس اللي زايدة في الوزن او اللي عندها سنة مفرطة بتاكل اكتر من طبعا 15-16 جنيه في اليوم لو بتاكلوا بمية وميتين جنيه تخلوا بقى انوفر لكم الفلوس دي وكمان بتكلفة اقل بكابسولة هتنزله في الوزن بس الفلوس دي مش هنوفرها دايما على طول لانك انت هتجيب بها لبس بعد ما تكسب ثقتك بنفسك والطاقة الايجابية وتحس ان انت خلاص بقيت موديل او تحس ان انت بقيت فاشونستا ودل اكدت هلنا مبارح رجاء رجاء قد ضيفة معايا هنا في الحلقة لو متفرقتوش على الفقرة او البرنامج مبارح تقدروا دخلوا صفحتنا على الفيسبوك صفحة البرنامج صحتك وبس او صفحة وان دايت ودايت لايف واسمعوا منها هي بقيت تقول ايه نزلت 20 كيلو في شهرين بكابسولة واحدة بس كابسولة وان سلم قبل الفطار وقفت عشان يلم الجسم دايما كنت ببقى اونا وقفة كده مكسوفة ببقى بسكة الشنطة كده عشان ادري البطن وقف بالجنب عشان مبينش كل جسمي وقفت السقة الورانج اللي لابسها الهاي وست جينز قالت لنا بقيت مدمنة فاشون بقيت مدمنة لبس لان هي كمان في كلية طيران وعايزة تشتغل في الضيافة فهي الشي لازم تبقى محافظة على شكلها لاني قالت لي احنا المفوض في سنة ثالثة بيتعملنا زي انتروفيو كده بيتعملنا زي امتحان وجهة او امتحان اناقة يعني فلعشان هما لازم يكونوا طبعا بيرفكت سمعوا هي بتقول والله العظيم نزلتها 20 كيلو اتحدت نفسي وتحدت كل اللي حوالي انها قدر نزل في الوزن وهبقى في كلية طيران لان هي لما قدمت اخلي بالك انت في سنة ثالثة بنعقى زيادة الوزن اكسبت في الضيافة مش هتتقبلي في الضياف قريتلو متلقوش قبل سنة ثالثة هي لسه في سنة اولى قدرت تنزل في الوزن وبقت اقل من 20 كيلو وبقت كمان تتنك على كل اللي حواليها الطفل اللي معايا بطل مصطفى اللي قدر ينزل 20 كيلو في شهرين وكان معانا صورته برضو واخد كورس الشهرين وهينزل تاني اكتر من كده عشان يكسب ثقة في نفسه عشان اتقل ايجابية عشان احنا كلنا هنا والبرنامج قصرة البرنامج دايما صاحبة حملة هاشتاج لا للتنمور نوت نو بولنج وصورة مصطفى معانا هو زايد اكتر من 30 كيلو بس نزل لسه بينزل تاني على كابسولات وان اسلم نزل 20 كيلو في شهرين طب كل الناس اللي عايزة تنزل 20 كيلو في شهرين النهاردة افضل عرضه هو كورس الشهرين وعرضه لكم بخصم 60% وهيوصلكوا هدايا وكلها مرخصة من وزارة الصحة النهاردة قصة مصطفى وكان معايا مدخلة كتير حلوة وكان معنا صور وأبطاله وأبطالنا وكل الفريق الطبي دايما ليك الشكر والتقدير والاحترام على المجهود العظيم اللي بتعملوه مع 24 ألف حالة من كابسولات وان اسلم وبرنامج صحيتك وبس قدروا ينزله في الوزن بكرة معنا فقرة جمدة جدا منتظروني في أقوى حلقة حلقات العيار التقيل للأسف خلصة حلقة النهاردة اشوفكم على خير بكرة برنامج صحتك وبس من السابط للخميس الساعة 2 و العدسة 4 على قناة صادة البلد الانسابتكو في راية الله موسيقى